جزائر دولار لسنة 22 فضلا عن ذلك تسعى الجزائر دائما إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن بدعم المواد الواسعة لاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجاهبات التضخم لا سيما منه المستورد من جهات أخرى حقق الميزان التجاري الجزائر لسنة 22 فائضا بقيمة 26 مليار دولار كما يتوقع أن يستمر الميزان التجاري سنة 23 في تحقيقه فائضا بالرغم من تراجع أسعار الحروقات مقاررة بسنة 22 وإن الجزائر ماضية قدما في استراتيجية تنويع اقتصادها ومصادر إيرادتها والتوسيع استثمارتها الأكثر إنتاجية ومن هذا المطلق سنت الحكومة مؤخرا قوانين جديدة على غرار القانون النقد والمصرفي وقانون الاستثمار الذي يضع الأسس التنظيمية وكذلك الحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة